موسيقى السلام عليكم و أصدى الله و أوقاتكم بكل خير أحييكم و أدعوكم للتواصل معنا عبر حلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفنا لهذه الحلقة الشاعر و الأكاديمي العربي من الأردن الدكتور حسام العفوري موضوع حلقتنا لهذا اليوم اللغة و نحط المصطلح قبل أن نبدأ إحوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة دعونا نتابع هذه الأخبار الثقافية أهلا بكم موسيقى بمحصلة تصل إلى مشاركة 235 دار نشر عربية و أجنبية انطلق في البحرين مهرجان الأيام الثقافي للكتاب بدورته الرابعة والعشرين الدورة ستشهد استضافة العديد من الأدباء و المفكرين إلى جانب الأماس الثقافية التي تنظمها دور النشر بالإضافة للفعاليات الثقافية المخصصة للأطفال إلى المغرب حيث استضافت مدينة طنجة الدورة الأولى من الصالون الدولي للفن المعاصر بمشاركة واسعة من أكثر من 60 فنانا عربيا و أجنبيا الصالون الذي انطلق تحت شعار طنجة منارة الثقافات شكل فرصة مناسبة للتعارف وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الفنانين في المغرب أيضا تستضيف مدينة خوريبغا النسخة العشرين من مهرجان السينما الأفريقية بمشاركة أفلام من 14 دولة فيما تحل السينما الرواندية ضيف شرف لهذا العام المهرجان سيختتم أعماله غدا السبت معلنا عن جوائزه التي يتنافس عليها 14 فيلما من أنحاء أفريقيا تشارك مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون في أسبوع الفن في برلين من خلال معرض للفنانين الإماراتيين تحت عنوان إمارات الرؤى حيث يعرض أكثر من خمسين عملا فنيا لثلاثين فنانا معاصرا في مشاركة هي الأولى من نوعها في هذا الحدث الفني الأوروبي الضخط بعد توقف داما ثمانية عشر عاما أعلن المجلس الأعلى للثقافة في مصر عن إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية من جديد مضيفا أن الجائزة ستستقبل المشاركات من داخل مصر وخارجها موضحا أن تفاصيل الجائزة ستعلن في كانون الأول القادم تزامنا مع ذكرى ميلادي نجيب محفوظ بعد منافسة مع فرق من 47 بلدا حول العالم حصلت مسرحية لقاء من إنتاج المركز الوطني لفن العرائسي في تونس على جائزة أفضل إبداع فني وجائزة أفضل عمل فني وذلك خلال المهرجان العالمي لفن العرائس الذي اختتم مؤخرا في العاصمة الكزاخية أستانا أغلق باب المشاركات في جائزة اتصالات لكتاب الطفل التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين على أن تعلن النتائج في وقت لاحق فيما أعلنت لجنة الجائزة أنها تلقت ولأول مرة مشاركات من ثلاث دول أجنبية هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وقبرص أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفنا لهذه الحلقة الشاعر والأكاديمي العربي من الأردن دكتور حسام العفوري موضوع حلقتنا لهذا اليوم اللغة ونحت المصطلح مرحبا بك يا دكتور حسام ضيفا على فضاءات حياك الله حياك الله الله يبارك فيك ويرضع عنك وأشكر لهذه الفضاءات على نشر الثقافة ونشر الأدب ونشر كل ما هو مفيد للمجتمع العربي مرحبا بك يا دكتور حسام ضيفا على فضاءات يعني نسعد عندما نلتقي بشاعر أو دائما لدينا عرف في هذا البرنامج أنهما نلتقي بشاعر أن نسمع منه قصيدة ثم نبحر في الحوار نعم نسمع قصيدة نعم بروج الوهم بروج الوهم الوهم ما بال بلبلنا بحة معازفه ومربع الفكر قيد في فيافينا أصخت للصوت إذ يشجو بلا أمل والحال بعد رحيل العز يدمينا حتى إذا سمعت أشجان عازفنا شجت رحل يأس أفراح الصبا فينا بغداد من بقر الأحشاء مستعرا أو ساق مقدسنا للذبح في سينا بغداد يا جبلا دكت معاقله في لحظة قد تداعم مصر مغبونا ليسكن الأفق قيضا في مراجلنا من غيظه حمما ترمى وغسلينا كل الآلئ هم في مصارفنا لو كان يطعمنا أو كان يسقينا ما بال بلبلنا قد عاف مأكله والناس في شره والتخم يردينا والبدر يرقبنا والشمس تحرقنا والبحر يشربنا والنار تكوينا والذئب قد حل في البيداء يزلفنا في غمرة الوحل والإذلال عاوينا قد بات يرتع والأتراب في جذل فقال في نشوة هل من يعادينا فهذه من رياض المجد ترسمنا والزيت والطل والأهوار تروينا يا راقدا يا راقدا في بروج الوحم منتشيا الذبه آتيك لو تدري وآتينا لا تسلبن عيون الطهر مجتهدا أو تحتمن بيوتا عهدها فينا يا من ترى من سرى للحذف منتظرا حين الأحبة إذ عانا لواشينا ساهم بقلبك إيمانا ومحتسبا صن العذارة بدنيانا تردينا ما بالو نفسك قد أبسلتها ندما ونور عمرك جهرا قال آمينا باتت نخيلك في البطحاء سافرة والنوق حائرة والخيل تبكين وضوء نجمك في أسفاره وهين يشتاق يوما يرانا أو يلاقينا حدث لعمرك عما كان في زمن قد صيغ من فلق والحب كافينا حتى إذا بكت الأيام روضتها كانت حصادا وكانت من مآسينا كأنما نثرت آلامنا صورا ونصرة الحق إرهاب بدى فينا ولون أقبية بالحزن قد صبغت نصه على عجب يرد المحبين ذاك الجمال قروح في أيادين وحبة الرمل ودق في مآقين وربة الشعر والأزلام في نصب والكل فيتيه هيتاج يواسينا قم واستقن وترك الدنيا وخدعتها كم جدعت قلب ذيناب وعرنينا واسلك سبيل الضياء في حسن مطلعه إن الحوادث أسياف تقاضينا دع التجارب في مرآة معتمر أو اقضم أنتقاض فيه تمكين وانظر لكل نبات الأرض واسك له عيون مزهرة فيها تصافينا ولو رأى الشوك من أدمى بشوكته لصاغ دمعته وردا ونسرين وصار شوك بلا شوك يحاط بنا ونرجسي الهوى عشقا يغشينا جميل 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 يعني كتبت بحوثا عديدة في ميدان مجال اللغة والخطاب والكلام من هذه البحوث أثر الانشراح والضيق والانشراح في إنتاج الكلام في إنتاج الكلام أو تأثير على الكلام كيف يمكن للحالات الإنسانية يعني مثل ضيق انشراح فرح سعادة ألم تنعكس على شكل الكلام هو كان المبدأ نعم هو في الآية الكريمة رب شرح لي صدري نعم ويسر لي أمري وحلوا العقدة من لساني يفقه قولي هذا عند موسى عليه السلام نعم وفي المقابل يقول الله سبحانه وتعالى وإذ نادى ربك موسى أن أتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أي يكذبون نعم ويضيق صدري ولا ينطلق لساني لأن ويضيق صدري ولا ينطلق لساني أكس ربي شرح لي صدري نعم ويسر لي أمري الآن الارتياح الأخذ بأسباب الكلام بأسباب الدعوة إلى الله من نسبة إلى موسى يأتي الانشراح خصوصا يعني قالوا إذا كانت الرواية حقيقية بالتمر والجوهرة والجمرة الجمرة والتمرة نعم عندما أمسك بها موسى عليه السلام ووضعها على لسانه فأصبح لديه لذغة وهو من عيي نعم يعني أصبح لا يستطيع أن يتكلم لذلك طلبنا الله سبحانه وتعالى أن يكون موسى هارون طلب من الله سبحانه وتعالى موسى من الله سبحانه وتعالى أن يكون هارون وزير له حتى يتحدث وهو أفصح منه كلاما نعم لذلك الانشراح دائما أنت إذا انشراح صدرك تتكلم بانطلق الآن الضيق الصدر نعم لا ينطلق لسانك إذا خفت أو إذا يعني كان هناك رعبة عندك أو إذا يعني سرت بطريقة إذا جئت إلى هذا اللقاء وأنت على عجل وكنت يعني تركض أو كذا لذلك قيل لنا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نذهب إلى المسجد بوقار وانات حتى إذا وصلنا إلى الصلاة نكون قد يعني نطقنا الآيات الكريمات بكل أريحية وإلا كان النفس عندنا يكون بسم الله الرحمن الرحيم لا ننطق الكلام الصحيح في هذا المجال إذا الضيق الصدر يؤثر على عدم انطلاق اللسان وهذا في الدعوة بالنسبة لموسى عليه السلام وبالنسبة لأي شخص لا يكون صاحب حق في المطالبة بأشياء كثيرة نعم عند الناس طيب أنت الباحث ماذا تنصح يعني أنا إنسان أريد أن أخاطب الناس لكن أمر في حالة ألم في حالة حزن في حالة حصر في الصدر كيف ممكن أتغلب على على هذه الحالة الإنسانية الطبيعية حتى أخاطب الناس خطابا واضحا مفهوما مؤثرا الآن هنا في العلم نعم قد جاء لنا بقضايا كثيرة نعم منها التنفس من ناحية الأنف لأنه في رطوبة ثم إلى يعني ملء الرئاتين هذا الجانب جانب هل شمل في البحث شمل في الذهنية نعم شمل في عدم عدم الاستعجال في اتخاذ القرار عدم النظر إلى الأشياء بكل يعني سرعة وليس القوية أنا يعني في البحث هل تناولت كيف تتغلب على كيف نتغلب على هذا الأمر من عن طريق الانشرح مؤكد أنها ستنتج شيئا إيجابيا شيئا جيدا خطابا مؤثرا يعني لكن نتحدث عن جانب الضيق نتوصل بأن النبضات الكهروعصبية يعني تخرج من الدماغ من منطقة اللغة إلى الرئتين تيار الهواء يخرج إلى منطقة التقاء أعضاء النطق وهذه ميكانيكية تصبح إذا التقت هذه الثلاثة في آن واحد في لحظة واحدة ينتج الكلام الصحيح إذا أنا كنت مجغول في شيء معين لا أستطيع أن أتكلم لأنني سأنسى ماذا سأقول وإذا كان عندي تعب في التنفس أيضا لن يخرج الكلام الصحيح لأن المدة الزمنية لنطق الكلمة هناك كمية هواء هناك مدة زمينة في التقاء أعضاء النطق بالنسبة للكلمات لذلك الارتياح النفسي والإيقان أن يكون لديه يقين بأن لا شيء أمامه يعني سوى الله سبحانه وتعالى ويقدم هذه الأشياء من نسبتي له ويذهب إلى مكان عمله بارتياح وأنا نعم الآن أنا أريد أن أتحدث معك نعم طبعا أنا أخذت نفس قبل ما أنا آتي نعم قبل البرنامج قبل البرنامج نعم أخذت نفس وأخذت مريني نعم وعبيت شوية هوى فالأمر صحيح يعني فيه شيء من التوتر نعم ولكن هذا يذهب به لأنه الهواء طبعا معروف في الأكسجين والأكسجين يعني يذهب مع الدم إلى الدماغ وإلى الجسم ويريح الجسد لذلك يعني رب شرح لي صدري ويسر لي أمري نعم وحلل عقدة من لساني نعم يفقه قولي نعم الآن الضيق الصدر الآن أنت تضايق الآن رسول صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب نعم ليه لماذا لأنه عندما يضيق صدرك لا تستطيع أن تتكلم إلا ممكن يكون الكلام مختلف عن ما يريد الشخص الآخر نعم ممكن تغضبه بكلام سيء نعم أما عندما تكون شخص صدري لماذا التوتر يعني ربما هذا اختصاص آخر ليس اختصاص لغة لكن حتما حضرتك عندما بحثت في هذا المجال حتما مررت على هذا الجانب ربما اختصاص عالم نفس ربما اختصاص طبيب نفسي ربما اختصاص يعني طب يعني بشكل عام أنه يدرس حالات التوتر لماذا يتوتر الإنسان عندما يحاول أو يسعى إلى مواجهة الجمهور أو مواجهة كاميرا أو مواجهة نعم أو ندوة رسمية أو اجتماع رسمي لماذا يتولد داخل الإنسان حالة التوتر تحدث لديه اضطرابات في دقات القلب نعم و اضطرابات في التنفس أنا قلت قال العلماء بأن تيار الهواء إذا كان منتظم نعم مع الحجاب الحاجز يكون الكلام سلس وسهل نعم أما إذا كان هناك توتر في الهواء وتيار هذا الهواء يخرج من غير انضباط نعم لا يخرج الكلام يعني هذه آلية التوتر الآلية أنه نبضات القلب تصارع النفس لكن لأن كيميائية الجسم كيميائية الجسم يختل تختل الكريات الدم الحمراء مع الدخول والخروج إلى القلب إلى حتى ممكن لا يصل إلى الدماغ نعم في كثير من الأحيان يعني قلة التنفس نعم الأكسجين الرئة يعني تأخذ هذا بآلية يعني كيميائية تأخذ هذا الأكسجين وتطرح ثاني أكسجين الكربون لأن الأكسجين لا يصل إلا بكميات قليلة للجسم إذن تنصح بمن يريد أن يخاطب جمهورا أو يعني يحضر لقاءا أن يتناول نفسا طويلا يتنقذ يأخذ أكسجين من الأنف خصوصا من الأنف نعم نعم ويخرجه من الفم نعم يعني نعد مثلا واحد اثنين ثلاث نعم بعدين نخرجه بدفع واحدة واحد اثنين ثلاث نعم حتى يتمكن طبعا هناك فيه تمرين رياضية أيضا هذا يؤدي إلى من من يريد أن يكتب قصيدة في فند الإلقاء ويكون الشعر عصيا عليه أيضا يمارس هذا أكيد الممارسة ويقف إذن يسحب نفس من الأنف ويقف أمام المرآة ويكتب قصيدة هو يكتب القصيدة نعم يجب لأنه الآن أنا أريد أن أتحدث مع نفسي نعم في البداية بعد ذلك أريد أن أتحدث مع الآخرين نعم إذا أنا لا أستطيع أن أتحدث مع نفسي فكيف سأستطيع أن أتحدث مع الآخر في حالات يعني كثيرة أقف أمام المرآة نعم وشبر وإلى آخره تتمرن على نعم أتمرن على لأنني أنظر إلى عيني أنظر إلى حركتي أنظر إلى كيف كيف أتكلم هل هذه الكلمة مناسبة هل سمعتها أنا مناسبة وأقرأها على طبعا مرآة كبيرة تظهر كل كل الجسد أم فقط أي مرآة الوجه على أساس أن أساس يعني تختار الألفاظ أو تختار التقسيمات نعم لأنه النفس النفس يعني هو نتحدث عن ظاهرة نعم 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 ظاهرة نحت المصطلح أو النحت التركيبي ما بين التشكيل الصوتي والدلالة المعجمية يعني هناك حتما هناك مقاييس للغة كيفية نحت المصطلح ودي أن تحدث لنا لديك بحث في هذا الميدان ودي أن تحدث عن نحت المصطلح والنحت التركيبي في مقاييس اللغة نعم هي هو فوتوغرافية نعم التركيب المعجمية بين التشكيل الصوتي والمعجم الآن هذا هذا التشكيل هل الكلمة الواحدة التي لدينا الثلاثية هل هي في الأصل منحوطة أم هي كلمة جاءتنا وقفية ماذا تعني بالثلاثية تقصد كلمة فعل يعني كلمة فعل نعم فعل أو فعل أو فعل نعم أحرف ثلاث نعم هل هي منحوطة من كلمات ثنائية مثل ما قال الشدياقي أو غيره نعم أو الأب أنستانس أم هي ثلاثية هكذا جاءتنا والكلمات الثنائية هي كلمات لوحدة وهي معدودة يعني يعني قليلة أم الرباعية جاءت من الثلاثية فيها الزيادة أم قالوا أن اللغة العربية كاملة من الثلاثة وما زيد عليها فهو من الزيادة يعني بالإلساق أو في ترتيب هذا الحروف أو زيادة حرف أو كده يعني مثلا سقسقة أو زمزمة أو إلى آخره من هذه الآن وجدت في مقاييس اللغة تقريبا يعني 12 يعني كلمة أو هو بسميها لفظ ومؤلفة من ثلاث كلمات مثل سحبلة بمعنى الامتداد طب هو أخذ سحبة معنى وأخذ سبلة وأخذ سحلة الآن من خلال مصفوفة يعني أقمتها ومن أجل يعني أن يكون هذه المصفوفة حاسوبية لتدل على هذه الكلمات فوضعت هذه في الحاسوب وجدت بأن هناك أيضا الحبل الحبل أيضا ممتد والحبل أيضا ممتد نعم لذلك هي من أربع كلمات وليس من ثلاث كما قال ابن فارس لذلك 12 كلمة أوجدت لهم كل واحدة لها كلمة جديدة الآن هل الثلاثية ينطبق عليها هذا الأمر فنظرت إلى الشجاعة مثلا نعم ماذا قالوا عن الشجاعة من هو الشجاع من نمثل به نمثل بالأسد نعم ولكن هل نمثل بالشجاعة النمر الضبع الكلب إلى آخره غالبا ما ينظر الأسد على أنه رمز بالشجاعة وقالوا لماذا قالوا هي اعتباطية نعم هكذا يعني جاء الأسد بهذا الشكل وقالوا لو جئنا ضربة نعم أو ربضة يعني سيا لو جاءت هذه الكلمة ما كان هذه الكلمة وهذه الكلمة الحروف نفسها لكانت الحروف نفسها نعم ولكن تختلف لأن بالمصفوفة هذه أوجدت الفرق خلينا الفرق الشاسع بينها حتى لو كانت هذه الحروف مرتبطة مع بعض لأن أسد نعم في هذه المصفوفة أخذنا الحرف الأول مع الحرف الثاني الحرف الأول مع الثالث الحرف الثاني مع الثالث يعني أس و إد وسد يعني يعني كأن بقول أستاذ محمد وقف وقفة أسد بينه وبين فلان إذن وقف بثبات أساس نعم عظم الشيء وقوته إد جئتم شيئا إد يعني الأس يعني الأس الأساس آه بثبات نعم و بعظم قوته نعم وحجز بينه وبينه نعم إذن السد هو الحاجز بين شيئين إذن لك أخذت الكلمة ثلاثية الأبعاد مع البعد الآخر وهو البعد النفسي نعم البعد النفسي طبعا مهم جدا في الكلمة إن كانت فيها فرح أو كان فيها أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاعات ضيفنا لهذه الحلقة الشاعر والأكاديمي العربي من الأردن الدكتور حسام العفوري موضوع حلقتنا لهذا اليوم اللغة ونحت المصطلح أعود إليك دكتور حسام مرحبا ميك مرة أخرى في برنامج فضاعات كنا نتحدث عن النحت واتحدثت حضرتك عن تشبيه الشجاع بالأسد وحاولت أن تقسم الحروف الثلاثة أسد الألف قسمناه إلى ثنائية نعم إلى كلمات ثنائية مضعفة نعم ونتج منها معاني لهذه الكلمات وهي متسقة مع الكلمة الأساسية نعم أسد نقول إحنا أسد والله شجاع قوي عظيم ملك الغابة إلى آخره وهذه أيضا أدت إلى أنه ثابت نعم وأنه هو عظم الشيء وقوته وهو أيضا كأنه يعني يحجز بين الأشياء لذلك لما نقول إحنا جاءني كالنمر نعم إحنا منصفه إيه؟ نصف السرعة يعني كأنه يمر مرور سريع من مرة ونر ونر وهو المخطط وهكذا يعني أتيت بهذه الكلمات وهذا سؤال سؤلت من شخص لماذا نقول عن النمر بأنه شجاع عن الفائد طبعا الفائد له صفات معينة داخل هذه الكلمة وهو أمام الآيون سنجد بأن الفائد دائما عيي نعم دائما يعني مهدود وهو يعني فه وفد دائما ممدد نعم فالصفات موجودة داخل الكلمة كلمة يعني قريبة لنا البحر يعني هل تعني من من نحت الاسم نظر إلى هذا الكائن هذا المخلوق ونحت هذا الاسم يعني مثلا نظر للأسات على النواب الاستخدام نعم نعم في ناس نعم يعني قالوا نعم بأن هذه اللغة وقفية نعم في التوقيف توقيفية وهناك قالوا أنها اصطلاحية نعم ولكن الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها كل الأسماء علم يعني من يوم أن يعني خلق نعم إلى إلى يوم القيامة لذلك كل كلمة هي من عند الله سبحانه وتعالى هذا ما قاله الأخ أنا أريد أن أضع لهذا الأمر طبعا ابن جني عمل تقليبات الستة من قبل كان الخليل بن أحمد وضع هذا التقليبات في معجمه وقدم لنا يعني صورة كأنه وضع هذه المعاني داخل المعجم بهذه الطريقة وبن جني أيضا كرر هذا الموضوع وقال لنا بهذه الطريقة نعم دكتور بيدي أن نتحدث عن موضوع آخر حقيقة هو ضمن ضمن فضاء اللغة والكتابة والشعر نسمع دائما أو المتلقي ومتابع الشعري يسمع دائما بالضرورات الشعرية نعم ونسمع يجوز للشعر ما لا يجوز لغيره هل المساحة مفتوحة أم هناك حدود لهذه الضرورات أو لهذه الجوازات في الشعر هل ممكن للشعر أن يقول كيف ما يحل له أنه يرفع المجرور وينصب المرفوع وإلى آخره ما نسمعه الآن أو ما يصادفون الآن في المشهد الثقافي نعم هل هناك حدود لهذه الجوازات أم الأمر مفتوح كما يضمن بعضهم هم قالوا في ضبط نعم في ضبط وربط قالوا هي ضرورة نعم وقالوا هو اضطرار وقالوا هي عدول وقالوا هي انزياح وإلى ما ذلك من هذه القضايا نعم الآن أنا وأنت نكتب الشعر نعم أو نلقي الشعر فالبيت الشعر مهيئ مثل بيت الشعر نعم مثل البيت الآن لأن كيف أختار الكلمات كيف أختار الأثاث لأن لما اختيار لهذه الكلمات إذا لم أجد كلمة مناسبة لهذا البيت سأضع كلمة ليس مخترعة مني لأنه في عنا في اللغة الأصل في عنا الاعتداد بالعارض نعم واللغة طبعا موجودة وكما تعلم أو يعلم الجميع بأن هناك لغات أبا أبا أباها نعم وعنا مثلا أكلون البراغيث وإلى آخرهم نعم لذلك الشاعر ممكن يكون مضطر أن يستخدم كلمة لم يأتي بكلمة أخرى ويضعها حسب القالب التفعيلي نعم البحر بحاجة إلى هذه الكلمة ولكن اضطرار ممكن غير مضطر نعم لأنه وجدت وجدت في كتاب كتاب معجم العين بأن الإضطرار يكون حتى في النثر ويكون في الشعر ويجوز في النثر ما لا يجوز في الشعر ويجوز في الشعر ما لا يجوز في النثر يعني في كلمات وفي أشياء لا تجوز في الشعر طيب الشعر نتفهم لماذا نذهب إلى هذه الضورات طبعا الوزن الوزن يطره إلى هذا مئة بالمئة إلى الصرف الممنوع من الصرف إلى كسر المتزوم بالآخر البيت يعني ممكن يصرف يصرف كاتب كاتب النثر أو مثلا يستخدم يعني من همزة وصل إلى همزة قطع في الشعر نعم الكاتب النثر لماذا يذهب إلىها الضرورات الشعر نقدر نعرف لماذا يذهب إلى الضرورات لحفاظ على ميزان الشعر أو على صوت التفعيل الكاتب النثر لماذا يذهب إلى الضرورات غير مضطر غير مضطر نعم هو في أريحي جالس نعم يستطيع أن يختار الكلمات المناسبة نعم لديه طبعا في لسان العرب نعم نستطيع أن نذهب إلى قافية الكلمة نعم ونأخذ مجموعة من الصفحات الكثيرة والكلمات الكثيرة نعم نأخذها على نفس الوزن يعني حرف البا نذهب إلى حرف البا بعدين إلى فصل الألف أو البا أو التا أو الآخرين ونبدأ هذا قدم ابن يعني ابن منظور لهذا لهذا الشاعر نعم ما لم يقدم الآخرين له لذلك يعني صاحب النثر إن أنا أستطيع أن أقدم لك الآن شعر نعم الشعر الحر الآن غير مقيد بالقافية نعم وتستطيع أن تكتب القصيدة لذلك تولد منها تقصد شعر الحر شعر التفعيلة الشعر التفعيلة نعم لذلك أنت في اختياراتك يعني عندك اختيارات كثيرة نعم خصوصا القافية أنت غير مقيد بالقافية يعني القافية مثلا قافية الكامل نعم ممكن نقول إحنا متفاعل نعم متفاعلان نعم متفاعلتان نعم متفا نعم متف فاعل نعم متفا يعني ممكن تختار في كل شطرة تختار لك قافية مناسبة حسب موسيقى الداخلية عندك حسب ما أنت تريد أن تفصح عنه نعم لذلك يعني الشاعر الموسيقى يعني عندك أنت الموسيقى يعني الآن أنا كتبت أنوياك على بحر مثلا البسيط نعم أو على البحر الكامل أو على أي بحر نفسيتك تختل عن نفسيتي الموسيقى الكلمات طبعا إحنا منقول إحنا الثقافة نعم يعني هي تعطيك حتى المهنة تستطيع أن يعني تقدمها نعم يعني يعني كان عندي مثلا مهنة حب الوريد أو الحلويات أو كذا أو أنت يعني عندك هاي القضية يعني سمعت منك قصيدة وأنه بيت العفوري اختصاص الحلويات نعم نعم ف حتى حتى يعني لغة المهنة نعم تسبق في العادة يعني الشاعر إلى الألفاظ المختارة لديه لذلك كل شيء يعني اللي وجدته أنت تختار الثوب المناسب لمقامك نعم وقالوا لكل مقام مقال ومقتضى الحال إلى آخره نعم إذن نحن إذا اضطرنا نضع يعني الجائع المضطر بيأكل الميتة ولكن في الشعر يعني قليل حتى نضطر أنه نقدم هذه ليست ضرورات نعم هي أظن والله أعلم هي لهجات لهجات عند العرب منهم من سكن الكلمة ومنهم من يعني حرك هذه الكلمة عندما تأتي في نهاية الكلام في نهاية الجملة يعني في البداية حتى لو كانت في في البداية نعم ممكن يعني اليوم يعني يعني صوت لح نعم ولا تستطيع أن تقول إلا هذا نثر ليست قصيدة يعني لو كتمنا هذه القصيدة على شكل قصة أو على شكل قصيدة نثرية أو قصيدة كده بتقول هذا يعني يعني تحولت مستفعل إلى متعل متعل نعم ونحولها إلى مستعل ونحولها إلى متفعل فهي عندك أربع صور فإذا دخلت هل هناك نموذج بالشعر العربي استخدم تفعيلة مستفعلون بهذا الصيغة أكيد نعم 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 هل هناك أحصائية للضرورات أم أنا قلت أن العمر مفتوح فيه كتبوا كثير نعم يعني من القدماء كتبوا عن الضرورات الشعرية نعم وفيه هناك أيضا حديثا كتبوا عن الضرورة الشعرية وأخذوا الضرورات القديمة يعني عند الشعراء القدماء ولماذا اضطر هذا الشعر في التقديم والتأخير نعم تعرف يعني البيت الشعر يعني منقدم ومنأخر حتى يعني يستقيم لنا الوزن ويستقيم لنا المعنى نعم يعني استقامة الوزن لا يعني تجاوز على المعنى أيها لا نتجاوز عن المعنى وتجاوز المعنى في الوزن لا نستطيع لأنه سنخرج عن نطاق هذا الوزن أو نطاق هذا هذا القصيدة لذلك احنا منقول دائما القصيدة هي كاملة مثل الثوب الكامل لما أنا بدي أقرأ مثلا أربع أبيات أو خمس أبيات هذا نسميه احنا مقطعة ويعني كأنه منحكي قطعة يعني قطعة قماش وثوب لذلك نحن دائما نفصل الأشياء حسب حاجاتنا وحسب اختياراتنا وكل حياتنا فيها الاختيارات نعم نختار الألفاظ المناسبة نختار العنوين المناسبة نختار بيوتنا لا تقول لي بأنك هذا هذا اختيار فلان أو اختيار فلان في النهاية أنت الذي وفقت على هذا الاختيار لماذا نسميها مقطوعة ما الذي سمها مقطوعة التي القصيدة التي تقل عن سبعة أبيات تسمى مقطعة أو مقطوعة من اصطلحها كيف اصطلح العرب على ذلك هي قديمة هي دائرة نعم يعني بدأ بدأت بسجع الكهان نعم في الخطابة بعد ذلك المقطعات أصبح الإنسان يقول بيتين شعر بيت شعر لذلك سنجد كثير هذا البيت منسوب لفلان هذا البيت منسوب يعني ليس داخل قصيدة نعم بعد ذلك ظهرت القصيدة مثل ما قال الجاهض يعني ظهرت يعني اللغة العربية أو كذا برقيها يعني قبل مئتين سنة من الإسلام دخول يعني وجود الإسلام لذلك يعني وجدنا القصائد المركبة في بحورها نعم مثل بحر الطويل لا تبدأ من الطويل إلى المتدارك بحر السابس قالوا هي سبع 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 أبيات هي قصيدة نعم هل هو الناحية الاجتماعية أثرت علينا لماذا سبع أبيات طيب يعني ربما يسعى السائل ممكن لماذا أنه أقل من سبعة سبعة أبيات تسمى مقطوعة سبعة أبيات صعودا تسمى قصيدة طيب لأن بيت الشعر نعم أكبر أكبر بيت الشعر كم أكم الغرفة أطنام قصدك الغرفة نعم أكم غرفة سبعة ثمانية نعم ثمان أعمدة لعندهم قصدك الأعمدة نعم عندهم أمثولة ثم روبعة ومخومة ثم سودة ثم سوبعة نعم قلت لهم أمثومن قال لا ما في أمثومن لذلك والقبيلة أقل قبيلة نعم فيها سبع بيوت شعر لذلك إذن أخذ وصف القصيدة من بيت الشعر البيت العادي والبيت الشعر أيضا نعم أخذ أكبر بيت شعر من ثمان تفعيلات نعم لذلك بيت الشعر وبيوت الشعر نعم يعني أصغر قبيلة يجب أن تكون يعني إذا أنا أردت أن أخرج من قبيلتي نعم وأعمل قبيلة أخرى تكون سبع بيوت نعم لهذه القبيلة لذلك هو هاجز وعدين عندنا رقم سبعة نعم الطواف سبعة وسبع سماوات وسبع أرضين وإلى آخرين هذا أيضا من هذا جاء بعد الإسلام قبل أو قصيدة قبل الإسلام سبعة نعم سبعة تباقة يعني رقم سبعة حتى موجود في في الثقافة الإنسانية هو أكد موجود لكن البحث عن يعني اتصال رقم سبعة من ناحية الاجتماعي بالوحي والسماء هذه طبعا بدأت يعني يعني نحن كعرب بدأنا نبحث عن هذا الموضوع بعد ظهر الإسلام حتى لا يأخذنا إلى موضوع آخر بدي أن نسمع قصيدة منك ما دمنا نتحدث في في فضاء الشعر نعم هل مداد الروح هذا هو الديوان الديوان الأول أقرأ لك من الديوان الأول عن بحب الله في قصيدة عن هبة الأربعين هبة الأربعين هبة الأربعين هبة الأمر مضاء كالجهب نظر اليوم ربيع الأمر ساري كالضوء الثاقبي أتمى الإظلامي في العبد الرابعي قد يهوى قد يحذو حذو الصبيان يتغنى كل هوا أو يعشق زهرا يتفتح يتغناه نايا حبا حسبا أو يتوانى في العشق صبايا كالقمر سمعت عنه ما كان وما صار سألت والعمر يداهمها هل ترغب يوما في أخرى يوما أطرق وقتا يوما ما أحلاه من يوم لكن لن أتوارى خلف جمال زائف ينزف قبحا في الطرقات لا يرقب غير الأنات مال الغصن على الكتف همس الورق الناعم في أذني أبصرت عيونا تتلالى صورا ونساء تتبارى في خطف فؤاد قد حارى ما بين الزهر الغائر في الوحي والصبح السامق في وجه الحوراء يقول أحديثك ريح هدار غضبا ينفث في وجهي كالناري أم عشق ممزوج بحرارة تموز غادي يلفح عيني مرارا تحرقني بل تجعلني كالعصف المأكول دفء الكلمات سرى من شفتيها عن سر في العين توارع أدفن قبلك أو أغمض عيني قهرة سأصير خيالا في الدار أو رمزا مرسوما في عنق الشمس صبوح ثم ارتسمت في حينيها نظرة النجب الدافئ فوق الثلج لا تنظر عبر الأشكال كي لا تطوى مثل كتاب أصفر مثلي لا يطوى بل يطوي كل الأوراق الناشبة في غمزة عين قالت نادت في استفهام أصفر عروسك أجمل مني عروسك أصغر لا تنظر عبر الألوان فأنوسة كل رياض للأرض لنساء لا تهجب كالتفاح نعشقه أخطر أو أحمر أو أصفر كل فيه طعم السكر جميل 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 لكل فاكهة طعم نعم خاص والشاعر يبحث عن طعم الذي لا يكتشفه عامة الناس أكيد نعم أي التفاح تعشقه تعشقه كل التفاح عزيزي دكتور حسام نتحدث أيضا عن نعود إلى موضوع المصطلح نعم نسمع أو يسمع المتابع دائما مصطلح الانزياح في الشعر وفي اللغة يربع ما يسأل سائل غير المختص ما معنى الانزياح قلت لك هو المقصود بالانزياح الانزياح هو شيء جديد نعم مصطلح جديد والعدول قديما نعم والضرورة والاضطرار نعم الانزياح أن تذهب إلى شيء آخر غير الموجود يعني مثل مثل التشقيص نعم كأنك تشخص يعني تقول الوردة تحدثت معي أو تبتعد عن المعنى الأصلية أو عن الكلمة الأصلية إلى معنى آخر بعيد نعم يعني كأنك تنزاح إلى شيء آخر مختلف عن الموجود لديك وهذا ما يعني موجود عند الشعراء يعني يعني من المعاصرين نعم لدينا و شعر الحداثة خصوصا بعد ظهور يعني شعر التفعيلة نعم أصبح هناك فيه انزياح يعني هناك من درس الانزياح في عند بدر شاكر السياح نعم اشتر دكتور توفيق القرن نعم هو هو أسلوب أسلوب معين في هذا المجال وكتبوا عن الانزياح عند محمود درويش ودر انزياح عند القاسم و يعني كثير من تحدث عن الانزياح وهذا موجود في يعني ممكن أنا أتكلم عن الانزياح ونت أتكلم عن الانزياح نعم ولكن لكل شاعر له رؤية في الانزياح ممكن يكون يعني يخرج إلى نطاغ يعني غير معروف غير مألوف هل هي حالة إبداعية الانزياح عند الشاعر؟ هذا يعني هو يعني هو متخيل نعم يعني أنت تعطيني الخيالك يعني كأنك بتقول لي هذه الطاولة تتحرك تتحرك نحوي أو كذا إلى خيرين يعني أنا أزيح أشخصها صحيح يعني كيف هناك مصطلح التشخيص وإلى آخرين ولكن الانزياح يعني نبتعد كثيراً عن الكلمة المرادة يعني ليست يعني هو قاصدة أو غير مقصودة ولكن ممكن على غير المألوف وغير المألوف نعم شكراً جزيلاً لك الله سلام الشاعر والأكاديمي العربي من أوردن دكتور حسام عفوري انتهى الوقت يا الخسارة والآن مطلوب مننا أن نسحب نفس عميق ما أنت نعم من العمل نعم شكراً لهذا الحوار الممتع يعني رجاءنا ومنياتنا لك التوفيق وأيضاً نلتقي في في مناسبات أخرى إن شاء الله إن شاء الله شكراً لك شكراً لك شكراً لك شكراً لك أعزاء المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة ودعوكم التواصل مع باقي فقرات البرنامج شكراً لكم 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة